اكثر من اسبوع مضى على بدء ميليشيا الحوثي هجومها الشامل على قرى عزرة الحيمتين في الشمال الشرقي لمدينة تعز الحصيلة حتى الان نزوح مئات العائلات من القرى التي يطالها قصف الميليشيا بمختلف انواع الاسلحة ومقتل العشرات من المدنيين وجرح اخرين واعتقالهم كارثة انسانية تتولد عن النزوح الكبير للسكان من عشر قرى هي شقب واكمة والمدفن والحصن ودار الجلال والحجر والدهنة واللصبة والحبيل والعكد في ظل غياب اي شكل من اشكال الدعم والمساعدة الطارئة في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا مخطط احكام الطوق على كامل قرى الحيمة السكان مغادرون مساكنهم وسط ذعر كبير من استمرار تعرضهم للقصف والقنص الذي اختطف ارواح العديد منهم ومعظمهم من النساء والاطفال فيما تتواصل اعمال النهب والتخريب التي طالت المزارع ومضخات المياه وغيرها الحكومة وعلى لسان وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقي فاتح طالبت المجتمع الدولي ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن جيمي ماك غولدريك بالضغط على ميليشيات الحوث الانقلابية لوقف قصفها للقرى السكنية في الحيمة والذي وصفه بالعمل الارهابي والجبان ورفع الحصار ايضا عن هذه القرى التحالف العربي بقيادة السعودية بدأ منذ يومين توجيه ضربات لتجمعات الميليشيا في الحيمة احداها استهدفت سوقا شعبية في الحيمة السفلة لكنها تسببت في مقتل العشرات من المدنيين على الرغم من استهدافها آليات عسكرية تابعة للميليشيا الانقلابية في السوق الحيمة كما هو حال العديد من قرى تعز تخوض حربا غير متكافئة مع الانقلابيين وحاجتها الملحة هو الى دعم فوريا من الحكومة بالمال والسلاح لان دعما كهذا هو وحده من سيكسر هذه المعادلة التي تعمق مأساة تعز وتعمق من جرحها النازف